نقدر نقول ان القسمة هي عملية التقسيم الى اجزاء او الى مجموعات متساوية زي مثلا لما نقسم 72 طفاحة على 8 اطفال بالتساوي هيكون نصيب كل طفل كم؟ دعالوا كده نشوف نصيب كل طفل هيبقى كم؟ ادي 72 على 8 الناتج بتاعنا 9 يعني كل طفل هياخد 9 طفحات يعني اي عملية اسمه بتتكون من اجزاء واجزاء عملية الاسمه هي اول حاجة المقسوم والمقسوم ده هو العدد اللي بنقسمه وفي المثال بتاعنا المقسوم اللي هو 72 اللي هي دي هو ده العدد اللي بنقول عليه المقسوم طيب الحاجة التانية المقسوم عليه المقسوم عليه اللي هو تاني جزء عندنا وده العدد اللي بنقسم عليه وهو التمانية اللي هي هنا دي والتمانية دي بتمثل عدد الاطفال اللي بنوزع عليهم اجمالي عدد التفاح الجزء التالت في عملية الاسمه اسمه خارج الاسمه وخارج الاسمه ده اللي هو الاجابة او اجابة مسألة الاسمه اللي بنوصلها في المثال بتاعنا اللي هو 72 على 8 بتساوي 9 فين خارج الاسمه هنا خارج الاسمه بتاعنا هو التسعة اللي هي الاجابة بتاعتنا اللي بتمثل نصيب الطفل الواحد من التفاح في بعض المسائل ما نقدرش نقسم او نقسم الحاجة اللي معانا لمجموعات متساوية فبيتبقى عدد معين وده بنسميه باقي القسمة مثلا لو كنا بنوزع 74 كرة قدم على 8 اطفال كل طفل هياخد كم؟ لو بنوزع التمانية اللي 74 على 8 يبقى كل طفل هياخد 9 كرات لكن هيتبقى 2 باقي الاسمه هنا بيساوي 2 لاني مش منطقي نقطع او نجزأ الكرتين الباقيين دول على الاطفال اللي موجودين عندنا فده بنسميه باقي القسمة نقدر دلوقتي نحل الاسئلة اللي عندنا في جزء تعلم تعالوا نروح لجزء تعلم ونشوف ايه الاسئلة اللي عندنا قبل ما ننتقل من الجزء ده دي المعادلة بتاعت الاسمه كاملة 72 على 8 بتساوي 9 اللي 72 هنا بنسميها المقسوم الثمانية اللي بعد علامة الاسمه بنسميها المقسوم عليه الناتج بنسميه خارج الاسمه لو المسألة فيها باقي فالباقي بنكتبه هنا كده وبنسميه باقي القسمة شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن شكرا للمشاهدة